موسيقى الامن التي كانت فوق وفوق العادة كانت في المستوى بالنسبة للجانب التقنيفة كانت مبادرة جيدة بالنسبة للفريق نهضة زيو رغم رجوع الفريق اتحاد عينشقف للخلف لكن بالمقابل كانت هناك منوارات جيدة من فريق اتحاد عينشقف كوللت بالهدف الأول في الدقيقة العشرين بعد ذلك اتت ضربة جزاء ضيح اللاعب يوسف امين ولكن رغم ان جل اللاعب الكبار يضيعون ضربة جزاء فلن نلوم هذا اللاعب بعد ذلك اتت ضربة جزاء للفريق فريق الموضيف فنفدها بنجاح سجل الهدف تعادل في الشوطاني كانت في الشوطاني كانت نسبيا متكافئة رغم عامل الرياح اللي لم يكن في صالحنا ولكن النقطة الوحيدة التي كانت في هذه المقابلة هي نقطة ديالتحكيم يجب ان ننوه بالحكم كان في مستوى جيد كان عادل كان منصف المقابلة انتهت بجو رياضي وجو بديع نشكر جميع من ساهم في انجاح هذه المقابلة لا من السلطة المحلية لا من جمهور الفريق لا من تحكيم وهذا كيدل على انه لو كان الملعب مو عشوشب كباقي الملعب كانت تكون مقابلة افضل مقابلة احسن كانت مننا من ناس هذه المنطقة يسمون بهذا الجانب لان 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 فريق فريق جيد ينافس فرق من جميع المدن فكنت مننا التوفيق المسيرة موفقة لا الفريق ناضي زي ولا الفريق اتحاد عنشقف بدوري نا كنا نريد نشكر جميع اللاعبين ديالات اتحاد عنشقف لقدموا وابانوا عن قدرتها إلى واستماعات قوية رغم الظروف رغم الجمهور وكن نشكر طاقم تقني بقيادة سيد مورد بن نيس والطاقم المساعد له وما في الدعين نشكر جميع لتكلفوا بهذا المقابل بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لزيو سيتي بوين نيت التغطية المستمرة والدائمة لنقل المقابلات ديالنهضة زيو اللي قدر نقول هو أنني نتأسف على هذا التعادل اللي كنا كانت طمحون الثلاثة ديالنقاط باش نتسلقوا في سلم ديال الترتيب ولكن ما كتابش ما كتابش كانت أسفوا الجمهور الغافير يعني مدرجات ملوئة بالجانبين يعني اللي تحمس الفوز كي يجعل فريق ديالو كان تأسفوا مجددا وكنتمنى الله العلي القادر أننا ندار كل موقيف أقرب يعني المقابلات وإحنا يعني كنشتغلو باش هذه المرضية وهذا الجمهور العارض لأن الجمهور الواحيد في النطاقة الترقية يبهد الشكل يعني في قسم دياله الهوات هاتلي كي يحضر لها المقابلات وكي يجعل فريق ديالو يعني كان نعتذروا لهم وكنطلبوا منهم أنهم يصبروا معنا يعني مجددا كان طلب منهم هذا أنهم يصبروا معنا لأن ما شي من السهل جميع الأندية كانت توجد جميع الأندية عندها الدور نفس الظروف ونفس الإكرهات كنتمنى أننا يعني الفريق ديالنا يتحسن لأداء دياله ونتائج يكون في أقرب الأجال وشكرا لزيوسيت وقبلها كانت عادية وكان ندفع يعني مشروع الفريق المحلي بشي حق النتائج نظر للنتائج السلبية اللي كان يلاحقها دائما وقال ربما عندما سمعت عندي سبعات النقاط في الضورات الأولى لذلك كان ندفع وكان يستهل النتيجة تكون إيجابية ولكن للأسف الكورة دائما فيها تعدل فيها رابح وفيها خاسر ونتمنى أنه التوفيق للفريقين وشكرا لنهت زيوسيت ترجمة نانسي قنقر